إذن كيف يروجون إلى هذه الفكرة العظيمة الفخيمة اللي اسمها الجهاد تعالوا نشوف إذا كان الجهاد فرض عين ولم تقوم بهذا الفرض طيب يا راك إن الجهاد مش فرض عين وإنه الجهاد نفسه كأدا أن يكون قد توقف تماما مع فكرة الجهاد الخرب دي يعني توقف في الزهن عند الحروب الأولى في الإسلام وحروب الفتح والغزو اللي أعتقد أنها حروب دينية شأنها شأن كل الحروب الدينية لم يكن جهادا لا أظن على الإطلاق أن غزوة دولة أخرى وإجبار أهلها على الدخول ضمن دولتك يعد أمرا جهاديا هو أمر يعني لجت إليه كل الدول والأمم والتاريخ يشهد يعني من كل الأديان إنما تحولوا إلى أنه جهاد وجهاد ديني مقدس هذا أمر فيه تضليل وتزوير يا عزيزي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر